اشتركوا في القناة 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 للفم والوجه والفكين التي عقد في دمشق وأيضا كان له أهمية في ظل التطورات المتسارعة في مجال الجراحة لتصلة الضوء أكثر عن هذا الملتقى بصرنا نرحب بالدكتور مازن زيناتي نائب رئيس رابطة جراحة الفم والوجه والفكين في سوريا صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور قبل ما نحكي دكتور يمكن عن الملتقى والمشاركين فيك نحكي مع حضرتك كحت الهوى أنه رغم كل ظروف الحرب اللي مرت على سوريا وصعوبات يمكن كتير كبيرة وصعوبات اقتصادية لأنه فعلا الملتقيات أساسا بتكلف والمؤتمرات يعني مكلفة أساسا ماديا ما توقف البحث العلمي والملتقيات أنتوا كدكاترا ما بتوقفوا شغل يعني يعطيكم ألف عافية نجح تحية كمان لكل الدكاترا اللي هلأ كمان جنود مجهولين بظلجة أحد كورونا هيدا الشيء قداش فيه دفع كبير لإقامة هيك الملتقى عم نحكي عن 500 مشارك وأكتر لاستمرار البحث العلمي اليوم طبعا طبيب الصورة العامة وطبيب الأسنان إذا توقف عن ترقة تعليم المستمر بيتجمد لأنه العلم متسارع المواد السنية المختلفة متسارعة الإنتاج والتطور فيها وبالتالي طرق استعمالها وتطبيقها طرق مختلفة للإجراءات الجراحية طرق تجميلية كله بيتسارع شديد على مستوى العالم صحيح فبالتالي إذا طبيب الأسنان بده يتخرج وظل واقف بمكانه لن يستمر ولن يجاري العالم إطلاقا لذلك يعني دائما الحرص والإعجاز بسوريا على أنه كل الأزمخاء عشر سنين وإلى الآن لن ولن تتوقف النشاطات الطبية والتعليمية صحيح ظل العالم مستمر ظلت الملتقيات والمؤتمرات وندوات العلمية مستمرة وظل في شغف عن طبيب الأسنان السوري خلينا نحكي لتلقي العالم يعني في ظل كل الظروف الصعبة نحن الآن هذا ملتقانا قاد يكون من أصعب الظروف يتمر على سوريا صحيح ومع ذلك لأن الاندفاع والإقبال الهائل بالمشاركة طبعا هذا الاندفاع له عدت يعني عوامل أول شي نحن عاملين ونفتخر بهالشي هذا ملتقى مجاني لخمسمائة مشارك تقريبا بتحت رعاية نقابة الطباء الأسنان المركزية في سوريا وبالتعاون مع شركة محترمة شركة الأوروبا المعمار للتجهيزات الطبية تحمأت كل تكاليف والنفقات مشكورة في هذا الظرف الصعب وإلهم دوافع وطنية بهذا الموضوع لذلك لحظي هذا الشيء مستحيل أنه يتم لولا تعاون كل أطراف لولا جهود المخلصة لأبناء الوطن جميعهم يعني النقابة المركزية رابطتنا رابطة جراحة وجود الفكين الشركة اللي لها دوافع وطنية يعني في جزء كبير منها على الأقل الجهات المختصة اللي قدرنا نأمن فيها استقبال بروفيسور إيطالي من أعلى مستويات الأساتذة على مستوى العالم تقريبا هو له السمعة كبيرة أستاذ في جامعة ميلاونا بإيطاليا استقدمنا إلى سوريا هذا أمر يعني شيء كتير كبير في ظل هذه الظروف دكتور مازل يمكن التبادل للخبرات هو يمكن هدف رئيسي من هذه الملتقيات أنه نحنا يتم بيناتنا تبادل الخبرات وخاصة مثل ما ذكرت العلم في تطور ومؤتمراتنا وملتقياتنا العلمية متوقفة خلينا نحكي بشكل عام غير الملتقيات عن الأنشطة اللي حضرتكن عم بتقوموا فيها كرابطة جراحة فم ووجه وفكين بالواقع هو كان فيه توقف لفترة طويلة يعني لنشاطات الرابطة كانت تحت اسم مسمى جمعية جراحة الفم ووجه والفكين بعدين بالسنة الماضية النقابة المركزية عملت إجراءات وترتيبات إدارية جديدة وأنشأت ما يسمى بالروابط استدبتها بكلمة الجمعيات وبالتالي بدأت نطلق النشاطات الشيء المهم أنه لما منخطط لنشاط أو لما ننفذ نشاط بيكون تقطيط المصبخ بعد من أدة أشهر ففينا نقول أنه الرابطة كرابطة من حيث المسمى جديد لكن هي رابطة قديمة تحت اسم جمعية جراحة وجه وفكين طبعا هذه الجمعية بمسمها القديم قامت بالعديد جدة من المؤتمرات الطبية من على زمن مؤسسينها الأوائل الأساسي أكبار رحمهم الله وكانت منتقيات أو مؤتمرات دولية قبل الأزمة السورية وفي أرقى الأماكن وفي مكتبة الأسد كانوا في قصر المومين ومؤتمرات وفي أماكن كثيرة صار في توقف ويعني انقطاع لفترة من الزمن والآن عادت نشاطات بقوة وبقوة شديدة يعني النشاط اللي عم نعمله حاليا قد يكون الأخوة منذ عدة سنوات باستخدام الأستاذ إيطالي ذو خبرات واسعة جدا حاضر بشكل رائع وبأسلوب رائع يعني كأستاذ وعطانا مفاهيم جديدة حقيقتا يعني مو ما بقول يفتقر لطبيب الأسنان لا لابد أن تصل لطبيب الأسنان السوري فعوض ما أنه الطبيب الأسنان يشوف على اليوتيوب والإنترنت ويقرى مقال لا جبنا له منشئ المقال جبنا له الإنسان اللي هو بإيده عم يساوي هالفيلمته على اليوتيوب يساوي قدامه خاصة أنه إحنا ملتقانا كان فيه عملي أيضا يعني بعد القسم النظري بكل يوم كنا عم نعمل تدريب مخبري على رؤوس الخراف وهذا أيضا شيء جيد وعلم تبادل خبرات علمية عم يحكي عن احتكاق بشكل مباشر تمام بإينه بروفسور إيطالي تمام يعني قد ما كانت التكنولوجيا متطورة وقدش فيني فعلا بكبسة زر وصل للعالم بس البحوث العلمية لازم يكون فيه تاتش مباشر لازم يكون فيه تبادل خبرات لازم يكون فيه قصص عملية لقدر أنا أتطور علميا هاي المؤتمرات يمكن اليوم قدش لما نحكي مثلا مثل ما قالت بزروف صعبة بروفسور عالم يعني يكون بس فيه عنا كمان نحنا إمكانيات كتير كبيرة وكتير قوية في سوريا قدش هاي الملتقى بتضفلون شيء يعني فيه كتير من الناس بتلاقي فيه عندها مزايا ومواهب وقدرات بده نوعا ما ضبط وتوجه هون باعتقد هاي البحوث العلمية وهي الملتقيات العلمية بتأثر بشكل كتير كبير بتسارع وتطور البحث العلمي اليوم في سوريا بالتأكيد ليه فعلا أحد أنه طبيب الأسنان السوري من أعظم أطباء الأسنان والأطباء بصورة عامة سواء بشري بأسنان مبدعين في العالم يعني الطبيب السوري سواء بشري أو أسنان لما عم يروح لأي دولة بالعالم عم يكون من أفضل جراح طبيب السوري من أفضل طبيب السوري لذلك البروفيسور تفاجأ حقيقة يعني بمستور متقدم للأطباء السوريين يعني هو نحنا أنا أعطي فكرة أنه إنتانا حتحاضر قدام ناس اقتصاصيين ناس يعني أساز الجامعات موجودين معنا بهذا الملتقى والطلاب دراسات عليا ماجستير دكتورة أنا أعطي فكرة البروفيسور مين بده يشوف مين بده يقابل فهو حاول يقدم أفضل ما عنده ومع ذلك تفاجأ بمستور حوار يعني أثناء المحاضرات كانوا أسازع محاوروا أنه وانا فكرتهم لا لازم يكون ابدأ شوي ستب باي ستب لأحاله أنه عم يطل يطلع لليفل أعلى وليفل أعلى هذا الشي كتير عظيم يعني حقيقة نحنا نفتخر بأطباء السوريين وكنا عم نفتخر بتدريب العمل هو عم أعطانا تقنيات جديدة بس التقنيات ما فيها يعطيها بهالدقة هاي إلا ما يكون أصلا طبيبنا عنده باكجراوند عنده خلفية أصلا متطورة لقدر يوازي ويراكب هالشي المتقدم كتير اللي يعطانا فحقيقة هو يعجب فينا ونحنا يعجبنا فيه بشكل متبادل يعني حقيقة ولا زال طبيب الأسنان السوري يثبت نفسه في كل وقت وفي كل زمان ليش لأنه عنده شغف وقد الجميل الشغف يتفاجأ ويتفاجأ أنا مثلا بالخضرات وإمكانيات السومية ضمن الظروف الصعب بالنعيشة بتاع في الميديا حقيقة يعني العلامي الغربي المضلل هو كان الفكر حيجي على سوريا حيجي شوية ناسك يعني حيعطيهم البيسيك للموضوع بالعكس أدهشناه بالآخر دكتور وحتى مو بس الأطباء عنا بأي مجال علمي حتى نور يعني بالأولمبياد العلمي بيقولولك نحنا متفاجئين طب أنتم متفاجئين أنه نحنا ببلد حرب وما زال الشباب ما زالوا الأطباء قادرين على تطوير نفسهم هنا المتفاجئين مثل ما ذكرت ممكن ونحنا دائما بنذكر نتيجة التضليل الإعلامي أو التشويه خلينا نقول للي عم يصير خلينا نتفاجئوا أكتر وأكتر خلينا نتفاجئوا بكرة حنرجيهم تماما شاء الله يا رب تماما أكيد سالي يمكن في كتير ظروف مرينا فيها مثل ما قلت إن شاء الله بيتفاجئوا بجميع الإمكانيات خلينا نحكي عن يمكن الخطط القادمة لرابطة سورية لجراحة الفم والفكين والوجه يمكن بما أن نحنا بدنا نقول بعدنا بأربع شهور الأولى للسنة لازم يكون في جدول أعمال بعد توقف مثل ما قلنا لفترة زمنية شو الشو هلأ شو تحضيرات يعني نحكي فيها دائما نخطط لقدام هذا التخطيط يعني التنفيذ أي تنفيذ أي حدث علمي سيكون تخطيط عدة أشهر الآن الخطوة القادمة اللي حنعملها هو الانطلاق إلى المحافظات الأخرى حنعمل فعالية بمحافظة حلب ومحافظات لازغية غالبا مخططين لها بهذا العام على الأقل وأيضا حتكون على المستوى راقي وعلمي وعم نحاول كما أيضا نستخدم أساتذة أجانب من سماعات عالية بالتعاون مع الشركات طبية بتصور شركة ربعا مما رحيتا عطتنا الأدفانتج حاليا عم يكون في صعوبات لما نكون في بروفسور أجنبي يكون معكم مشترك لأنه نحن في حصار يعني وعلينا عقوبات وعني حاولوا إذا فيهم يعصروا عليك النفس ويأخذوه وما عندهم شكلة فقم يكون في صعوبات عم تواجهوه اليوم صعوبات جمع بالواقع يعني والإجراءات الإدارية معقدة جدا ما في مو مجال نحكيها هلأ هون لكن حياتنا إحنا إصرارنا على النجاح وإصرارنا على تحقيق الهدف هو اللي عم يخلينا أنه نمشي بطريق مترقي وإلى الأمام تماما لو بدنا نستسلم مجرد ما نقولولنا لا خلاص لا مع السلام إلا ما نحن وقت يقولولنا لا بيزيدنا إصرار وبيزيدنا عزيمة أنه لا لازم جيبه وشو العقبات كذا كذا أنا بزللها لحد ما أنه يوصل ونقدم الفائدة لمجتمعنا مرد بقولك يعني هي الجهودة مخلصة لأبناء الوطن هي اللي بترتقي بالوطن يعني سوريا ظلت عشر سنين صامدة يقوم كل شيء ونحن مصاندين ومترقين يعني ما منع ما منقف في مكاننا عم نكون باتجاه الأعلى ولحظ يعني من سنتين كمان عملنا مؤتمر دولي السنة اللي بعد عملنا نشاط هلأ نشاط وهكذا دائما باتجاه الأعلى ما بيسنين شيء أبدا عن تقدم إن شاء الله من الجل العلمي على الأقل إن شاء الله يا رب ومثل ما قالت دكتور هيك ما نشوف سوريا كلها والأطباء السوريين بأرقى المحافل لأنه بيستاهلوا يكونوا بهدول الأمكانة يمكن حكمتنا ظروف معينة ظروف حرب قاسية مرت على سوريا والأطباء أكيد هلأ يعني يمكن خط الدفاع الأول فينا نعتبرون جنود أيضا عم يقاتلوا فينا نعتبر بيظل هذا الوباء يعني كمان قديش مهم مثل ما ذكرت الإصرار العزيمة وأيضا منشوف الطبيب السوري يعني اللي بقيان متشبت هون وعم يحاول يقدم أقصى ما عنده ببلده ليفيد بلده وعم نشوف أيضا طلاب إنه عم يقولوا نحنا درسنا وتعلمنا ممكن نحنا نطلع لبرة ولكن نحنا رجعين لهون لنقدم عملنا هون بالتأكيد يعني هو مرجوع يعني مرجوعنا لهي البلد شيئنا مقابينا يعني وحتى لما الإنسان قد مير بالحظاب ضعف أو يفكر إلى آخره بس بيلاقي هون جزوره هون هالشجر هالياسمين يعني كذا يعني مستحيل واحد يتخلى عن كل شيء لظل أزمة عابرة وحتكون عابرة بالتأكيد والزلداء اللي بأكد الحكي هذا هو اندفاع طلابنا نحنا تلك الملتقى كان مجاني فأنا كيف عملت طريقة الاشتراك عملت رابط إلكتروني وانتقينا يعني بوفق أصص ومعايير أنه ميدون يحضروا هذا الملتقى فأجينا عنا طلاب سنة خامسة من جامعات سوريا مختلفة من دمشق من حلب من حمى وحتى من الجامعات الخاصة عندهم أقبال واندفاع حائل لحضور هذا الملتقى اللي هو يعتبر يعني متقدم شوي أنه على مستوى طلاب رابعة وخامسة مع ذلك ما كسرنا بخاطر أخذنا المتفوقين من هدول الطلاب وخليناهم يحضر ويشوفوا ويشوفوا أنه يعني ضمن بلدك فيك تعمل شيء هذا شيء كتير مهم طالب الرابع طالب السنة الخامسة اللي هو حيتخرج غريبا أنه يعرف شو الإمكانيات اللي فيه بمادسة ضمن بلده مو شرط أنك تطلع لبر لا تقدر تقدم لأ جوة بلدك فيك تتعلم فينا نجيب لك العلم اللي عندك وفيك تضل وفيك تقدم هذا الشر كتير مهم كان في فينا نقول ظروف صعبة في تفجيرات في استهداف إرهابي لمناطق عديدة يمكن طالت جميع الأراضي السورية كان في إصابات يمكن كمان هون نحكي عنا قوية كان فيه تعامل مع إصابات بمجال الجراحة والفكين والوجه صعب وعنما يعني بعتقد يمكن هون كان فيه خبرة علمية كتير عالية طبعا نالتين الموضوع الثاني هذا الحديث طويل بالتأكيد المشاكل المخصصة طبعا نوعا ما هي حلقات طبعا نحنا رابطة جراحة الفم والوجه الفكين تظن هي بوتقة تحت نظلة نقابة الطبع الأسنان المركزية تضم جراحي الوجه والفكين المنتشرين في أماكن نعملها المختلفة مثلا أنا كأستاذ جامعي في جامعة دمشق في كل الطب الأسنان عنا مشفى جراحة الفم والوجه والفكين وأنا تشرفت برأسة هذا القسم لفترة من زمن في بداية الأسمة من 2011 إلى 2015 فكنا نقوم بعمليات جراحية ذات تكاليف هائلة مجانا طبعا مجانا ضمن مشفى جراحة الموجه والفكين متعاونين أيضا مع قسم جراحة الوجه والفكين المتميز في مشفى المواسع في مشفى المجتهد في مشفى بالنفيس في مشافي وزارة الصحة في مشافي وزارة الدفاع المتشرين الستمية واحد وإلى آخره ومتشر في كل أرحاء الوطن لذلك الجراحين الوجه والفكين فعلا يعني تحملوا كبير خاصة في بدايات لما كان عندنا الحربي أزمة حرب وانفجارات وإلى آخره لا أعدها الله يعني هذه الذكريات لكن كان الأطباء وجراحين فكين يقوم بدورهم الوطني وواجبهم حقيقة يعني بتخدير من قبل المراكز الطبية يلي بتأشرف عليه وزارة التعليم العالي وزارة الصحة وزارة الدفاع أنجزنا عند التمير وهائل عمليات الجراحية وكل هذا موسق ساهمنا بإعادة تأهيل من أصيبوا وهذه العمليات الجراحية وعودتهم إلى المجتمع من أول بجديد وعندنا أبحاث تتوسق هذا الموضوع والآن حاليا في جامعة دمشق في بحث ماجستير يوسق هذه المرحلة يوسق الإصابات التي صارت وطريقة التعامل معها ويتابع الآن المصابين سابقا شو صار للأفيون حاليا وكيف سلما يعد التأهيل لهم يعني مو بس أنه نعالج لا ونتابع أيضا مرضانا يلعب نعالجهم نعم يعني دكتور مازن بدنا نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله من نجاح لنجاح يمكن هلاء يقولوا أنه نحن عم نعمل ملتقيات رح نظل نعمل ملتقيات ومستمرين نحن ما في الحياة ما رح توقف لا عند حرب ولا عند شيء أكيد ظروف صعبة عم نمير فيها ولكن مسيرة العلم لازم لأنه بالعلم تبنى الأوطان شكرا كثير وجودك معنا دكتور شكرا أهلا وسلم شكرا لك دكتور تحية مثل ما قلنا ببداية حديثنا لكل الأطباء السوريين اللي عم يبدوا جهود جبارة اليوم في ظل جائحة كورونا العالمية أما هلأ سالي منتقل لمادتنا تالي يمكن مع اقتراب شهر رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على كل الناس بالخير والبركة بدأت ملامح نوعا ما التقوس الرمضانية بدمشق والمحافظات السورية بدمشق كان في فعالية أهلا رمضان وستقطة كاميرا الأخبار السورية مع زميلتنا زينب عاقل والتفاصيل كلو شغل هندميت أخذنا نحن هلا حاليين بهذا البازار مشوان العالم إذا حبت أخذ هدايا بالرمضان اللي عندها هدايا بشكل عام هذا الشهر أو الشهر اللي بعده وطبعا الأسعار ألم وموجودة بره بسبب هاد الوضع اللي نحن فيه عمالية دوية أكسسوارات وصواني كل الأطعم نطلية ميت ذهب وميت فضل شان ألوانها تظل سابتة الأحجار عنا ياها أحجار كريمة أصلية الديزاينات كلياتها رسمنا نشتغل بالرزين الإيبوكسي أنا وزوجتي وشغلة كتير حلوة وهي مواد كيميائية شفافة عالية الشفافية وكريستالية مجرد ما خلطيت بتصير قاسية مثل الزجاج ومنضف لألوان وميتاليك وهي عبارة عن بودرة معدنية وحجرية ومنطلع منها التشكيلات هاي كلها ككل هايك كتير شغلات حلوة ساوينا صواني مرتكليات طاولات بالنسبة للبازار اللي عملينو من كلي براند من نزلين شي بيلفت انتباه مثلا عندك مثل النظارات يوم يوم ما نكتير هي مشهورة بس أخذي كتير مجال واسع وعندك مثلا مثل شنات الخسر تبع القوتشي يعني بتلاقي أغلب المصممين لابسين ونو هيك فايف فيك من المون بلون مثلا العطورات كارتير مع الديبون تبعون بيشتغل بمجال التحف الخشبية والقطع الخشبية بشكل عام يعني الصواني مثلا بمبونيرات بديت مشروعي أنا لأنه بحب أنيشتغل بالعمال اليدوية بحب أنه مثلا نفوت بمجال تعني غير مجال دراسي متشارك هون الصبايا دائما بالبازارات كله بيشتغل شغل كتير حلو بشوف الناس كمان شو عم تشتغل شو في شغلات جديدة الصبايا كلها عندها أفكار ما شاء الله مبديعات يعني موسيقى نور يعني بعد هالتقرير يلي كان أكيد و أقام ببازار فندوق الفور سيزن رح نحكي بشكل موسع عن بازار أهلا رمضان بصرنا رحب بضيفتنا السيدة نانسي عجلاني كيفك نانسي يا هلا صباح الخير أهلا و صباح الخير ماشي الحال تمام وكل سنة وانتو سانين يسعد صباح خير والبركة يا رب وعكل الناس إن شاء الله يا رب يكون هيدا آخر رمضان في وجه على كل الناس لو بنقدر إن شاء الله يا رب خلينا بالبداية نحكي تحت الهوى نحكي عن البازار قبل ما نحكي من في التفاصيله في كتير بازارات تقام وفعاليات ونشاطات عندنا يمكن ظروف اقتصادية جدا صعبة في كتير من البازارات بتكون أسعارة معقولة في بازارات أسعارة تكون غير مناسبة أساسا لزوج الدخلي المحدود لما نقول الفور سيزن بيقولولك هاي لطبقة المخملية نوعا ما موجه هيدا البازار خلينا نحكي كنت عايب تقليلي لا قدش دايما يعني من وقت ما بلشت يعني تقريبا صلى القصة من عشر سنين دايما بحاول أي فعالية أعملها أي حدا يجي ما يطلع غير مبسوط ومشتري وغوره تمام ما يحز إنه والله فيه مثلا شي غالي أو شي رخيص لا هلأ فيه مثلا ما بختيكي لا خليه ما فيه شي رخيص هلأ بهالوقت طبعا هاي بس هلأ مثلا فيه الأعمال اليدوية هي بالشكل العام يعني معروفة إنه هاي بتجي شوي غالي لأنه هي تكليفة غالي هلأ فيه مثلا التياب كتير بتلاقي شي مثلا أسعاره رخيص شي معتدل شي فعلا غالي يعني بصير هذا كل من هو بالنهاية السوق كل من بروح بلاقي اللي بيناص في لكل شرائح هذا الهدف طبعي دايما مثلا بتلاقي للأطفال بتلاقي رجالي بتلاقي نسواني بتلاقي مثلا للستات الكبار أسعار متفاوطة فيه مثلا أعمال يدوية كتير حلوة وكتير مميزة ما حتلاقي أي أكيد بالسوق أبدا فهذا الشي دايما يعني هذا هدفنا الأساسي من البازار نانسي أهلا رمضان يمكن نحن مقبلين على شهر البركة والخير وأيضا الرحمة يمكن دائما من خلال هذول البازارات بتصعوا لتخديم شي أحيانا مميز برمضان يعني مختلف عن باقي البازارات أول شي بيكون طابعي رمضاني وعادات وتقوص نحن دائما منحطها بالبيت مثل شراجف خلينا نقول يلي منحطها على الطاولات مثل صحون الضيافة تبعت تمرو هالقصاص هدول هلأ هدول أيضا حاولتوا يكونوا أنه مختلف عن سعر السوق مميز أكتر طبعا هلأ كتير كتير عاملين يعني أشياء هيك لديكور رمضان بتجنين كتير مميزة هلأ حتى في اللي بيصنع القصص اللي بالجملة وبيبيع للسوق كله مشارك ومنزل أسعار كتير حلوة الديكورات الفوانيس يعني فيه موديلات كتير أسعار مختلفة بس عن جد يعني هذا الشهر فيه خصوصيته عم ننتظره كل سنة وهي الفعالية نحن كل سنة عم نعملها وإلى خصوصيتها يعني مثل الميلاد مثل عيد الأطحافة فيه كورون مثل ما قالت يمكن شهر رمضان المبارك الخصوصية واحتفالات وطقوس مميزة في دمشق والمحافظات السورية خلينا نحكي أيام البازار كم يوم المشاركين عدد المشاركين شو الإشياء اللي تضمن البازار يعني بشكل العام حكينا ألبسة قصص متعلقة برمضان تمام هلأ هو البازار بلش يوم الخميس من الساعة أربعة ونص للساعة التسعة مستمرين الجمعة واليوم آخر يوم مستمرين للساعة التسعة بالفورسيزن قاعة ليفاند المشتركين هلأ تقريبا 80 مشترك كثير معروضات مختلفة كثير معروضات عن جد مميزة كثير ركزنا على زينة رمضان كرمال اللي حابب أنه يعمل هيك شي ديكور لرمضان في فوانيز هذول همشي فوانيز وتمور وحتى عاملين شغلات بتشجع الأطفال مثلا على الصوم على هالقصص كثير التمور الشوكولات يعني في كثير شغلات جد مميزة الحمد لله أكيد ستكون مميزة بأيادي سورية ومشاركات لجمعيات خيرية أيضا ومبادرات أكيد الجمعيات الخيرية معنا جمعية أمل الغد هن دايما بيشاركوا معنا جمعية السنة أهل الشام جمعية حفظ النامي أهل الشام كان البازار الماضي تبعيد الأم بمبادرة لا ما عندهم هن المنتجات ليبيعوها هن كان البازار الماضي تحت رعايتهم مبادرة أهل الشام كثير أنا بفتخر فيهم وبفتخر بالشغلي معهم كثير أعمالهم حلوة كثير يعني عن كفالة اليتيم مثلها الرمضانية حتى مثلا كفالة المرضى الأدوية هالقصص يعني النشاطاتهم صراحة كثير كثير واسعة أنا ما فيني أحكي عنها بس إن شاء الله الله يقوي يعني كل اللي القائمين على هالجمعيات وإن شاء الله نحن نعطيهم دعم لو صغير على حسب ما بنقدر قديش مهمة هاي البازارات اليوم لما حكي مشتركين متعددين بقلب البازار جمعيات خيرية نشاطات مختلفة لأنه مثل ما بنعرف يمكن نوعا ما كسر حلقات الوساطة شي كتير مهم لأنه لما تأخذ القطعة من المحل ومن بياع الجملة لتوصل لعندك بيكون التكلفة مضاعفة هون عم يكون في كسر للأسعار عم تحاول يكون ونفس الوقت تشغيل الناس يعني اليد العامل اللي مؤذن مش قادران يمكن يبيع بضعط ويكون عنده محل من خلال البازار أنا فيني أعرض بضعط خصصا إجا جمعيات معروفة فبيكون البازار نوعا ما في إقبال للناس الحمد لله هلا قل لك شو أنا بتطلع على البازار بقلع العالم كلها بتشوف مثلا مشتركين أو طاولات أنا بشوف عند كل حدا حكاية وكيف بلشوا الشغل وكيف انطلقوا هلا في كثير عالم مثلا بلشت بمشغل صغير عم تعمل طقم مثلا كنزات بلش تصميم موديل موديل هلا صارت مثلا عم تعمل وتوزع للسوق كله فهو بالنسبة لهم البازار عمل لهم انطلاقة كثير كبيرة وخاصة مثلا اللي ما بيقدر يلتزم بشغل وبمحل تكليف عالية وكمان التزام بالوقت يعني مثلا ان الواحد بيقعد مصبح للمساء هون عم بيالتزام ثلاثة ايام اربعة ايام عم بيحقق مثلا ايرادات نفس اللي بيقعدها بشهر بس عم بيقدر مثلا يوزع للسوق عم بيقدر يعمل تصميم يشتغل وخاصة للسيدات او لحتى مثلا طلاب الجامعة اللي عندهم مثلا شي تاني التزام عمل تاني او دراسة فهو بصراحة يعني انا بقولهم المشتركين تبعي هن عم بيكونوا اغلبهم نفسهم بكل بازار يعني هذا شغلهم يعني نحنا لما نتأخر بالبازار او نقول يمكن ما نعملوا لظرفين ما فهن عم جدا بيتأثر ويعني في حياة كذا شخص مرتبطة فيه فعلا صحيح ويمكن فينا نقول انه كثير من الاشخاص بتنطر هدول البازارات لتقدر يكون مصدر رزق فيه شغلات يدوية يمكن سيدات السوريات نور خلال هالفترة عم نشوف حتى الاكلات اللي عم يعملوها النساء السوريات عم تنعرض ايضا بالبازارات طبعا المربيات هدول الاساس كلا ياتن حتى كتير طبعا حتى هلأ مثلا جماعية حفظ النام كتير عندهم خط انتاج لهالاساس مثلا الكروشيل تقومة الصلاة هدول الاساس كلا ياتن عم بتكون على ايد سيدات سوريات يعني صار مشروع متكامل عم يحقق لهم ايرادات كتير منيحة داشت حلو حتى الاعمال اليدوية يعني العالم رجعت للاعمال اليدوية كتير هلا في يمكن الست السورية مو متحيزين الا شوين احنا الست السورية في عندها فعلا قدرات خصوصا بالاعمال اليدوية عم تشوفي التطريل سابقا شو ممعقول يعني تحسين قبل كتانوا وسأل للبيبي هنن يطرزوا يشتغلوا هلا عم تشوفيه لا بشكل اكبر واوسع لا حتى مثلا شوفي انه مو بس صاروا عم بيعتمدوا مثلا هلا الكاسات صار عم بيشتغلوا علي رسم يدوي وخصوصي هلا الى رمضان وهلقصاص قداشها حلوة ومميزة يعني معتمدوا بس انه كل شيء يدوي عم بيعملوا حتى مثلا لمساتهم على الشغلات ايه تمام حتى مثلا علب للضيافة برمضان مثلا عم بتكون جاهزة بس هنا عم بيعملولا مثلا احجار كريمة عم بيعملوا فكثير بتحسي فيه فيه لنا لمساتنا يعني فيه الى روح دائما فيه الى روح مصبوط دائما اللي بتنشغل بالايد غير لي مثلا نحن فيها ناخدها دائما من السوق او بتكون مكررة يعني مكررة نفس الموديل يعني هو هذا التمييز ان انت عم تاخدي قطعة عن جد ما فيه منها يعني عم تكون صنعت بالايد وعن جد انت اخدت قطعة حق فيها حق فيها ومو بس هيك يعني بتلاقي مثلا عم نحكي مثلا عن تفاصيل ربضان انه الفانوس والزينة فيه اشي غالية ومكلفة بس ما فيه شي مميز نحن نحن نحكي عن البصمة السورية والنمسة السورية وعم تكون كمان تكاليفة معنى كثير غالية يعني كمان اللي عم بيشتغل عم بيراعي انه ما يكون السعر كثير انه فزيع ما يقدر حدا يشتري حتى هلأ بسنا عم بخيطه مثلا طياب عم بتكون الى بصمة عن جد كثير مميزة عم بيرسموا عليها عم بتكون مثلا فيه الى طريقة عم تنعمل قطعة واحدة بس فكثير فيه تمييز يعني عن جد انا بحس هلأ انا من العالم اللي ما بعرف اشتري بس بعرف اشتري غيري عودت على حين مميز انه فيه هون هيك فيه شي مميز يعني غير ما تفكره مثلا انت تقلق يعني لما نحكي فيه مثلا خطوط معينة بالشغل عم يكون فيه تمييز كثير كبير من سيدات السوريات ومشتركين دائمين معكم ما تفكره تطلعوا برات مش دمشق عم نحكي سوريا لانه هي مكلفة يمكن وعنما وفيه مشاكل بس احيانا بتحسي فيه تواصل مع المغتربين بتلاقي دائم بيدوروا على الشي السوري كثير كثير قالوا لي وخاصة انه الحمد الله انه صلي بهالمجال فترة فقال لماذا تعملي هنا انه بس بدك تدرسي كتكلفة سفار كتكلفة مثلا اكيد ما حيطلع معك لها العدد يعني فيه كثير صعوبة شوي يعني ان شاء الله بركي اذا تحسر نفس العقل اكتر اكيد نحنا بنعمل هكذا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب نانسي توصلوا لكل شي بتكون يا وبدنا نتمنى لكم التوفيق والصحة لنقدر نحنا نقدم أكتر وننتج أكتر تحية لكل المشاركين وتحية خاصة لالنساء اللي هنين سوريات اللي هنين ما عندهم معيد ويمكن بيعتمدوا على شغلهم وتعبهم وشهدهم لانه يطلعوا شي حلو بنشكر نانسي ان شاء الله شكرا كتير لكم وناطرينكم اليوم بالبازار لساعات 9 ان شاء الله اكيد بننتمنى لك التوفيق وننتمنى التوفيق لكل سوريات المشاركات معك وان شاء الله مش فقط في سوريا في الدول العربية وعلى مستوى العالم يكون في بازارات عالمية شكرا لك أما هلأ سالي ننتقل لمادتنا التالية في إطار حملة أيام الأسرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقام ملتقى الأسر السورية في قصر الأمميين للمؤتمرات التفاصيل مع زميلتنا رزان سليمان منتقى الأسر السورية الأول نظمته عدد جمعيات ومؤسسات عاملة بسوريا منضمنها جمعية ياسمين الشام مجلس شباب السوري مؤسسة إنانا جمعية الأجيك سوريا هيئة مارفرام السرياني وجمعية التنمية المستدامة إضافة لمشاركة عدة جمعيات ومؤسسات أخرى الملتقى هذه بيستهدف للأسر السورية نحن نلقي الضوء على أساس نجاح للأسر السورية إضافة لتكريم بعض الأسر الناجحة وعرض منتجات هذه الأسر من ولا شيء قدرت تعمل شيء قدرت تحقق سبيل استدامة لحياتها نحن نشجع العوائل أنها تبلش تستثمر بالأمور البسيطة الصغيرة التي موجودة عندها بالإضافة لذلك أننا نفتح لهم أقنية تسمية هذه الأقنية تكون أقنية تسويقية أقنية قانونية بالإضافة لحتى يكون لدينا شيء من الأقنية المالية لحتى يدعموا مشاريعهم أو حتى يستثمروا أكثر يكبروا بهذه المشاريع التي نعمل شاركت بالأمانة السورية عملت دورات بفضل مدربتي صرت أعمل أشتغل بالشمع بالمشغل الأكسسوارات اليدوية المشروع باختصار مواد غذائية منزلية أنه كل شيء شغل بلدي من مكدوس من مواد غذائية كلها مجفقة دعيت على هذا البازار لحتى نشارك بالمنتجات التي أنا عم أشتغلها فكرتي ومشروعي هو أني أنا شيف فحابب أني طور هذا المشروع مثل ما أنك شايفي عندك هون المنتجات المشتغلين كوكيز المشتغلين معجنات عندي مواد مونة نشتغلها وطبعا هذا الشغل كلها منزلي حتى على مبدأ مثلا أي حدا بيطلب مننا طلبات خارجية مستعدين أن نحن نلبي لها كامل أنا مشارك عبارة عن منتجات مطاعمة بالصدف والقصدير هاي مهنة دمشقية بحتة وتراسية يعني مهنة من 400 500 سنة تقريبا نورة كنت عم نحكي هيك الصباح هيك شغلات عن الأطفال وكيف بيسألوا بنتك قداش بتسأل صارت على دليل زكاء على فكرة هلأ دليل المناسبة طوال الوقت عم تسلسل طوال الوقت تمام يعني دائما الطفل بدوا يستفسر عن كل شيء وأحيانا الأهل بدون يدوروا شو بدون يلاقولوا جواب يقدر هيك يقنعوه في مثل هلأ المناسبات اللي رح نمر فيه ماما شوه ليش نحنا اليوم هيك عاملين ليش تأخرنا اليوم بالأكل بعد شهر رمضان لذا تسألك ليش تأخرتوا بالأكل فبيعيش الأطفال معنا بالمنزل تفاصيل حياة يومية وأستثنائية أحيانا بتكون تكون المناسبات الجديدة عليهم أو أول مرة بيمروا فيها أول عيد أول سيام تمام هؤلاء الأصص كلها بتكون موقع تساؤل للطفل عن ما هي المناسبة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك العديد من الأطفال لا يدركون هذا الشهر ولماذا اختلف نمط الحياة فيه ولكن كيف فينا نعرف أطفالنا أو نوصل لهم الفكرة اللي كنا عم نحكي عنا عن هذا الشهر الفضيل وأيضا قيمه الأخلاقية العالية والاجتماعية ويما أنه أطفالنا هلأ معطلين رح نشاركون كتير من التفاصيلة بهالشهر أيضا ورح نتعرف عن هذا الموضوع كله مع الأخصائية الاجتماعية بيان عيد صباح الخير بيان صباح الورد يا هلأ صباح الخير موضوع مهم اليوم عن نحكي عنه لما نقول قداش مهم الطفل يشارك معنا المناسبات إن كانت اجتماعية أو دينية وهي التفاصيل كيف فيني أنا بلش مع الطفل مهدله لأنه في كتير يمكن أهالي بسبب ضغطات العمل بسبب الحياة اليومية بسبب ظروف الصعبة بتلاقيه ما كتير بيكون مهيئ الطفل أو ببلش معه تدريجيا أنا كيف فيني بلش شوي شوي بشان ما يحس حاله مثلا أنه في شي غريب عم يصير أحيانا في أطفال بتلاقيه في بصير عندهم صدمات ما بيعرفوا شو عم يصير عم يحاولوا يفهموا نوعا ما تمام أهم فكرة هلأ أنت ذكرتها أنه نحن لازم نهيئ الطفل لأي شي هو مقبل عليه يعني على مستوى زيارة أنت بدك تروحية يفترض أنه أنت تهيئ الطفل أنه أنا هلأ رايح على هذا المشوار أنا وياك رايحين على المول مثلا رايحين على مشوار ليش لأنه الأطفال إذا تغير الروتين أو تغيرت البيئة اللي هنه موجودين فيها بيفوتوا بيموت خلينا نقول الصراخ والبكاء الفجائي أو بيتعكروا أو بتحسي الطفل اكتأب وقعد دام ماميته ومعد يقدر يتحرك هون الطفل بيكون مالهم هيئ للموقف اللي هو مقبل عليه فما بالك بمناسبات نحن بدنا نقبل عليها وهلأ لسه مناسبة طويلة يعني مناسبة شهر لا يوم ولا يومين هديش مهم نحن اليوم أنه نطلع الطفل على هذا الشي بالإضافة لشي معين أنه نحن لما منكون عم نبلش نعلم الطفل هذا الشي نحن عم نغني ثقافته يعني نحن عم نحرد فتيل الأسئلة عنده من خلال أنه نحن نبلش نشرح له ونبلش نعطيه أفكار نبلش نزيين نحن وياه يعني هاي تفاصيل كثيرة هلأ لسه أنا وياكم من خلال هيك الدردشة لطيفة أكيد رح نضوي عليها ورح نحكي عليها بس هو أهم فكرة أنه نحن نبلش مع الطفل بأي مناسبة هو مقبل عليها أنه نحن نعطيه لو أفكار بسيطة كثير صغيرة عنها يعني مثل سابقا كان عيد الأم وعيد المعلم كثير كان حلو أنه نحن عطينا أفكار للأطفال أنه شو هو عيد الأم شو عملنا بعيد الأم ليش شو عيد الأم عيد المعلم ليش ليش نحن لازم نهتم بالمعلم مثلا نحترمه قد نهدي قد نقل له عبارات مثلا شكر بهذا اليوم من الأسئلة اللي بنت تسألتنيها أنه نحن ليش لازم نعطل بعيد المعلم هو عيد المعلم لازم نروح نحتفل بالمعلم تبعنا لما الطفل بيسأل وانتي بتجاوبي هيك السئلة خلص بيعرف هو بيقدر ياخد الفكرة أنه ليش نحن هلأ معطلين شو عم يصير وهون الطفل بيبلش يكون فكرة وذكاء طبعا يعني بيان دائما نحن منقول للطفل يلي ما بيسأل عنده مشكلة بالعكس قد ما سألوا قد ما أنتو نحرجتو قد ما نحرج الواحد بالأجربة دائما لازم ينبسط بهذا الشيء هذا دليل أنه عم يشتغل المخ عم يشتغل الشعور عم يشتغل كل شيء فيه سألي الطفل الطبيعي لازم يسأل 300 سؤال باليوم أنا أحب الطفل اللي بيسأل بس يعمل لك في مشكلة مثلاً أحياناً نوعاً من الأهالي بيقول لك مثلاً ظروف صعبة أحياناً كمان المرأة العاملة بتعود ساعات طويلة بالعمل فاف فعلياً هي ما بتكون معه ب300 سؤال يعني هي غالباً بتقدر تكون معه بآخر 50 سؤال هون المشكلة فقداش إذا بقضيهم ساعة معهم نيح بجوه نيح بعتقد مناسب قداش هاي فعلاً بتأثرة يمكن على تفاصيل الطفل يعني أنا لما شاركه اليوم بعتقد بي مناسبة اجتماعية هذا الشي بيخليه عنده ثقة بنفسه زيادة بيبنيله ذاته لما نحكي عن السنين الأولى من السنتين لست سنوات لما هو بتأخذيب تقول له أنت بدك تشاركني يجيب هدية مثلاً للماما مشان بصير هو العيدي جاي عن فكر يجيب لك هدية أنت بتنمي عنده هاي التفاصيل فقداش فعلاً تبعتس على شخصيته حلو هذا الشي فعلاً أول شي بيبني ثقة من خلال أنه هو بيبلش يهيئ لسنوات قادمة لأن شو لازم أعمل بهذا اليوم لإضافة بيبني ثقة لأنه هو وين ما راح بأي مجتمع رح ينخطفي هو رح يحكي لهم تفاصيل اللي صارت معه صحناً هلا لو ما أنت عطيتي إجابات لثلاثمائة سؤال للطفل رح يسألهم نحنا بهمنا أنه أنت تفاعلتي معه بقدر معين من هاي الأسئلة أحيانا بعض الأسئلة تحسي حالك أنه أنت عاجزة أنا شو بدي جاوب بالإضافة له في شغلة مهمة أنه ما مهمتك كله أنه أنت يجاوبي عليها أطفالنا اليوم في قسم لازم هو يستكشفه نوارنا تمام تمام هو يبحاث وهو يلاقي جواب بالإضافة لأنه هو قد يكون بروضة قد يكون بمدرسة المدرسة والروضة صح هلأ مالوا موجودين إن شاء الله يا رب بيرجعوا بخير صحة وعافية أكيد هنا بيغنوا هالإجابات هاي عن الطفل يعني لما بيكونوا هنا عم يهيئوا لأنه يحتفلوا بأي مناسبة عم يمرؤ فيها الطفل بالتالي الطفل عم تصلوا أجوبة قد صدقا ما تجي كمان الأجوبة من خلال معلم أو من خلال إدارة قد تجي من خلال أصدقاء هاي من الشغلات الكتير حلوة نحنا بتنمي يعني بين الأطفال أفكار يعني أحيانا لما بتسمعي أنت من طفل أنه والله هو مثلا هلأ بعيد الأم محتفل بماميته الطفل الثاني بغار بيقلد نفس الفكرة وبعدين الطفل بإنعكاس لتصرفات الآخرين يعني تصرفات الأهل لما يشوف أمه عم تشتغل بالمطبخ بيعرف مثلا مثلا شوفه عم يصلي بيقلدها فهو أي شيء يقام دامه بده يكررونه هو تعلم الطفل على الأخص بالمراحل الأولى من عمره هو تعلمه بالتقليد يعني أي شيء أنت بتكوني صح وعرفي أنه هو خلص هالعيون خلينا نقول عم تلقط هالعدسة تبعه عم تلقط شي صح عن جد الولاد كتير ناقلة يعني دغري بيلقوك لأنه بيكون خام يعني فما في شيء معكره وعم يراقب أمه تمهو بحط حمري مثلا تلقي البنوتات من عمره صغير جيبوا سكربينات الكعب العالي عن زد هي بتردد لي وراكي مثلا أنا بقول له أنه نور ما بصير تعملي لعم ترمي أنه شفت هذول التصرفات بتلقي أولا بقدر يفز تمام على الأخص أن الطفل كمان بحدود العمر سنتين ونصد قريبا وانتي بقى طالعة هو ببلش صار يقدر يقول جملة كاملة صحيح يعني ببلش يسأل سؤال كامل ببلش يسألك هو عن هالتفاصيل هاي يعني هلا نحنا مقبلينا على رمضان ليش أنتي ما عم تاكلي ويبلش يسألك مثلا وعدي يسرحي له تمام يعني بيان يمكن من هالحديث بأن نستنتج بأي عمر نحنا منقدر نقدم أفكار للطفل إن هاي الطفل مو ضرورية أخدوا الطفل الشغلات من برع لأنه أحيانا الأم بتكون ما لخلق خلينا نقول وكثير من الأمهات أحيانا بتحكمون ظروف ما بنقول كل أم هي خلينا نقول مجرد ما هي ولدت وربت فهي أم ما ضروري إنه تكون مئة بالمئة معه دائما في ظروف بتحكم فقداش مهم أيضا نخصص وقت معيان وبعمر معيان ما يعقد الطفل من الروضة الأفكار تبعا نحن بحدود نعمر سنتين ونص مثل ما هلأ ذكرت متى ما بلش الطفل أعطاكي سؤال كامل أنت هون بدك تبلشي بقات تشرحي للطفل بدك تبلشي يتهيئ للطفل طبعا تختلف الأفكار اللي نحن بنقدمها للأطفال يعني الأطفال اللي عمره اليوم 8 سنين أكيد ما هيكون جوابه نفسي أنا رح أعطيه للسنتين ونص بس بالنهاية أنت مهمتك تقدمي أجوبة مقنعة يعني مثلا أنت ليش ما عمتاكلي هلا أقول أنه مجاي على بار يأكل لا هي أنا من الشغلات الكتير بسمعها أنه هي بدأ تخلص من الجواب هي بتعطيه جواب غير منطقي بس الطفل ذكي جدا أوه تمام مالي جواني الطفل ذكي جدا والطفل مقلد جدا مثل ما كنا عم نحكي يعني إذا أنت ما أكلتي هو رح يقلدك هو ما رح يأكل مهم نحنا حتى من عمر صغير مهم نحنا نشاركه بهالأفكار هاي نشاركه بيه قد يكون نشاركه بزينة رمضان من عمر صغير لحتى يقدر بس شوي توصل له الفكرة لحتى يقدر يستوعبها بالعمر الأكبر بقى قد أنت تشاركه بفكرة أنه أنت مثلا ممكن تصوم مثلا إصيام الأطفال مثلا مثل ما كنا إصيام العصفير للظهر مثلا لأدان الظهر وبعد منا بقى الكبار بيضلوا مثلا للمغرب يعني هاي الأفكار لما أنت تشاركيها مع أطفالك بيحسوا أنه أنا صرت كبير أنا صرت مثل ماما أنتوا عم تصوموا وأنا مثلا عم صوم هاي مشتغلات اللي كتير الأطفال بيتأثروا فيها يمكن مثل ما قلتي بعد سن السنتين يعني بثلت سنين فيك يتخليه شارك معك كل هاي التفاصيل لأنه مشوف نحنا مثلا من التقوص شهر رمضان المبارك والمحببة عنا لما كنا أطفال هي الزينة لشهر رمضان في كتير من الناس الفانوس إلو رمزية تلاقي بيحطوا أولادهم بيصنعوا فانوس معهم وبيعلقوا بيقول لك هيدا الفانوس تبعي بيدي يحطوا على الطاولة بيحطوا جنبه فهي التفاصيل كمان بتلعب دور بشكل كتير كبير يمكن مثل ما قلنا الضوطات وظروف وما في أخلاق بس يمكن نص ساعة يعني ساعة في كتير لوم بيكون على الأهل بسبب ظروف الحياة ولأنه أمرأ عاملة ولأنه دائما المحيط بيلعب دور سلمي بشكل كتير كبير بس بعتقد هي ساعة المساء مع طفلك تعطيه طاقة وحب وتشاركي زينة رمضان تشاركي رسمة الفانوس تقيل له هدا أحلى فانوس بشوفه وبعلق وباخده هاي التفاصيل بتلعب دور في بناء شخصية الطفل اليوم لما بيصنع الطفل هو هذا الشي بإيده أي عمل فني إن شاء الله لو تكون رسمة بسيطة إذا رسمت رسمة مسجد مثلا عبر عنها هلا عن رمضان وانتي علقتي له ياها قديش انت عزستي عزستي شخصيته أي حدا بيجي شوف ماما مثلا شو علقت لي قد انتي تصوري له ياها وتقولي له أنا مثلا رح أبعطها هاي الصورة لتيتي رح أبعطها لأحدا شوفوا مثلا هذو الطفل شو رسم على أخص الأجائينا شهر رمضان مثلا بالمكان اللي تعرفوا حالكم انتو بتكون تاكلوا فيه خليون يعملوا هيك أفكار بسيطة زينة بسيطة رسمات حلوة كمان نفس الفكرة هن يعلقوها بالمكان اللي نحنا مناكل فيه يعبروا فيها شو شعورهم هن تجاه هذا الشهر أو شو الأفكار اللي هن فهموها تجاه هذا الشهر لا فيه كثير خطط نحنا خلينا نقول منمشية حسب أعمار الأطفال لما نحنا نفوت على شهر رمضان يعني أول شي نحنا منبلش هي فرصة لنحنا نعرف الطفل شو هن الأشهر القمرية صحيح كثيرا الأطفال نبيعرفوا الأشهر الميلادية بيعرفوا أنه كيف مثلا ناجي الأشهر الميلادية بس لا نحنا حلو نعرفهم الأشهر القمرية نعرف أنه هي ناجي نتيجة دوران القمر مثلا حول الأرض هاي من الشغلات اللي لازم نحنا نعطيون إياها نعطيون نحنا هلأ بشهر شعبان نحنا حنجي على شهر رمضان نعطيون مثلا فكرة استغلال المناسبات بطريقة صحيحة تمام نعطيون فكرة مثلا مراحل القمر مراحل تطور القمر أو دورة حياة القمر بنسميها هاي من الشغلات اللي أنا يعني كل رمضان كل رمضان رمضان الماضي كان حجر كورونا استغلته بشكل كتير كبير أنه أنا علمت بناتي هالفكرة هاي يعني جبنا من خلال البسكويت الأسود اللي عليه كريمة بيضة صنعنا نحنا مراحل تطور القمر كتير كان حلو هاد الشي ردينا كمان هلأ ناوية أعمله بس دي غير الفكرة بدي عمله من خلال كرتون أسود وكرتون أبيض يعني ما له شيء مكلف شيء يعني من خامات موجودة بسيطة بالبيت نحنا قادرين اليوم نعلم الطفل تمنا المكتبة ماناة يعني موظومة موجودين الشغلات بسيطة هون الفرق لما مش بالضرورة أنا جبله لأبني أغلى هدية أو أحلى هدية أو أحدث هدية يمكن هي ساعة نضية باللعب هي كافي أنه ترمم جميع التفاصيل الجميلة داخله أكيد أكيد تخيلي أنت اليوم مثلا تعدي مع طفلك تشرحي له شو هو السحور تشرحي له أنه هلأ برمضان بدك تسمع صوت مثلا أبو طبلة صوت المسحر اللي بده يجي تعال نرسمه تخيله مثلا خلينا نفتح أنا وياك على اليوتيوب نشوف شو بيلباس مثلا شو شكله شو الطبلة اللي حاملها تخلي الطفل يرسمه وتعليه هاللوحة هاي يعني هاي الأفكار البسيطة تشرحي له مثلا الصيام من أي وقت بيبلش لأي وقت بينتهي يعني هاي الأفكار اللي أنت عم تعلميها للطفل كله ياته أنت عم تستغلي أن أنت عم تعطي ثقافي للطفل أنت عم بتعلمي الطفل الطفل عم يصنع من خلاله أنشطة إن شاء الله مجرد رسمة بسيطة كثير من ماميات ما ليخلق أنا إذا ما ليخلق بس أعطي الطفل يرسم رسمها أو أنت يرسمي له رسمة قريبة وخليه هو يلونها حسب عمره وعلي له ياها عززي له ثقته بنفسه تخيلي أنت مثلا هلال رمضان يعني قديش هو رسمته بسيطة عطي الطفل أوراق ملونة يقصة ويخلي مثلا هيك يقصة بشكل صغير ويزينها من خلال اللاسق يلزقها على هالهلال هذا وأنت كمان على إيلو ياها نجمة يرسمي له نجمة قديش هاي شغلات أفكار كلها بسيطة ويقصة قد ممكن مثلا أنا بحبال الصوف بعمل هيك حبلة صوف وبعطي النجمات كمان البنات برسم له النجمات هنه بقصصوها وبعمل هيك حبلة يعني هاي شغلات متاحة موجودة بكل بيت وقادرة أنه أنت تصنعي بسمة وتصنعي سعادة فيها مع أطفالك أكثر جميلة يمكن عم تبيان وأيضا لازم تكون بكل بيت رغم ظروف الحياة إذن نحن عم نعيشه عملية بناء بناء عن جد الطفل أنا باركة من الفيتي أنه الطفل يمكن أسكى شخص بالعالم ما فيه ينضحك عليه ممكن يمر إلنا هو على فكرة نفكر حاله أنه نحن عم نقدر نضحك عليه ولكن بمر إلنا وبساير الطفل أديش مهم أيضا نعرف مدى أنه زكاؤه للطفل وأنتعامل معه ما نستغبي أدي هذا الحديث مهم طبعا طبعا عندما يسألك الطفل لماذا أنت لا تأكله وأنت أعطيته جواب ما له مقنع بعد شوي مثلا من خلال دعوة أو عزيمة أو أي شيء أو تلفزيون تلفزيون هلأ شهر رمضان المبارك ماما شوي يعني شهر رمضان المبارك طب هلأ قبل شوي أنت كان يسألك سؤال ما له منطقي لو سأل أطفال تسأل أسئلة أعمق يعني من هيك إذن إحنا هيك تعاملنا أنه هذا الكائن مثلا كثير من نشوفه استخفاف يعني بعقول الطفل أنه ما معه معه بيعرف بكرة بيكبر وبيتعلم خليه تعلم من عندك يتعلم من المنبع الصح متى ما أخذ هون أفكار صح بأي فكرة ما بس هلأ بموضوع رمضان بأي موضوع الطفل يمكن هلأ أنه ما في مدارس ما في روضات تمام فرصة يعني نوعا ما لا أقضي هاي التفاصيل لأنه تلاقي بالروضة بفرغ طاقة بالمدرسة في طاقة في طاقة موجودة عند الطفل لازم يفرغها بشكل صحيح في شغلة أنه شهر رمضان هو صح 30 يوم بس هو كل يوم أنت قادرة تولدي فكرة فيه مع الطفل واليوم اليوتيوب يعني النت متاح ومساعد كثير أنه أنت تستغلي هذا الشهر مع الطفل يعني اليوم مثلا أنا وياك بدنا نطبخ طبخة وبدنا نساعد بدنا نعطيها لحدة هاي من الشغلات اللي أنا صدفاً حاططة ببالي بدي أعملها لأنه مثل ما نحن نشوف فرقة طوعية برا وعم يطبخوا ويأدموا للعائلات تعو اليوم أنا وولادي حتى موجود صابتاً بعضاً تقاليدنا لما تجد السكبة تجد أشتغل تجد أولاد يأخذ الأشجار وينبسط تمام كيف حلو وكيف نحن اليوم كثير بحاجته أنه إذا أنت عندك القدرة بالبيت أنه أنت تعمل بفريق تطوعي أنا وولادي اليوم بالبيت بدنا نعمل مثلاً أكلة معينة بدنا نسكه بسكبة معينة لجار معين لقريب معين لأحدا معين تجعل الطفل هو يتحمل هذه المسؤولية هو يوديها بإيده لماذا أنت اليوم عززتي قيمة عند هالطفل هذا؟ لماذا أنت زرعتي ابتسامة للعائلة الثانية التي فعلاً قد تجد هذه السكبة هي سعادة بالنسبة لها يعني رمضان كل يوم يوجد فكرة قد أنت اليوم الطفل تقول له أن أنت مثلاً لأنه هو شهر الخير نحن نسميه شهر الخير قد أنت تعملي لوحة اليوم تحطيها ببيتك أنه هو شهر الخير وكل يوم لماذا نسميه شهر الخير؟ أنه كل يوم رح نعمل فيه فكرة أنا وطفلي ونقدم فيها خير للآخرين الخير تبعك اليوم مثلاً ممكن يكون لعيلتك ممكن أن أنت تكون مثلاً بخدمة بابا بخدمة ماما بخدمة مثلاً إخواتك تساعدهم أنت مثلاً ممكن نجهز الطاولة اليوم تساعدني فيها مثلاً نجهز عصير اليوم ممكن مهمتك أنت اليوم تصنع العصير يعني هذه الأفكار كل يوم كل يوم أنت فيك تولدي فكرة الطفل يحس فيها بالأمان أول شيء بعيلته يحس فيها بأنه هو حمل مسئولية يحس فيها بالثقة بهالعيلة اللي هو موجودة فيها وما يحس فيها بضياع الوقت بأنه نحنا هلأ ما في مدرسة نحنا بس هيك حطينا حالنا وقعدنا للتلفزيون أو نيت هذه الشغلات اللي هلأ كثير كثير الأمهات بدون يكونوا كثير حذيرين منها يعني أن الطفل كان عم يداوم ويدرس ومنشغل ومذاكرات وتحضيرات لكن لا يمكنك تحرمي بشكل معقول يعني لا يمكنك تحرمي عن واقع موجود طبعاً طبعاً لا يمكنني إلغية إذا أنا ماسكة لكن أريد أن يكون متحكم لحد ساعتين الطفل متاح له حتى أنت تابعتني مثلاً مسلسل معين تابعتني برنامج معين بربضان كثير حلو إذا كان يناسب عمر الطفل أنه يعود معك يشاركك لكن لأنه مثلاً بكرة نحنا صمنا مثلاً اتجرنا اتعبنا أنا راسي يجاني مثلاً فيه ناس متعودين على المنبيهات بكثرة هلأ بأول صيام كثير بلاقوا أنه نقطعوا فجأة يتعبوا بعصبوا نحنا ما بنا نوصل رسالة للطفل أنه هذا الشهر هو الشهر اللي أنا بيطلع خلقي فيه ولا حدا يحكي معي أنا صايم بالعكس يعني خلينا نعكس صورة أنه بالعكس هذا الشهر تمام وقتنا خلص بنا نتشكرك كثير على وجودك معنا ويا رب نعادة على كل الناس بالخير والبركة يا رب يا رب شكراً لك بيان على المعلومات شكراً لك شكراً إليك أما هلأ سالي منتقل لموجز لآخر الأخبار السياسية مع زميلتي بشرة زيني ساعد صباح البشرة صباح الخير نور موجز لأهم الأنباء بعض الفاصل السلام عليكم أصيب عدد من مصلحي ميليشيا قصد في هجوم استهدف أحد مقارها في بلدة لشحيل بريف دير الزور وقالت مصادر محلية أن مصلحين يستقلون درجات نارية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مقراً لميليشيا قصد أنشأته بمدرسة الشبكة في بلدة لشحيل ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا التي استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية إلى المنطقة أدانت الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الاعتداء الجوي الذي نفذه العضو الإسرائيلي على محيط دمشق مؤخراً وأشددت وزارة الخارجية اللبنانية على أنها ترفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدف السيادة السورية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وبلدات بيت سحور في بيت لحم وبورين في نابلس ودورة في الخليل واعتقلت سبعة فلسطينيين أكد ممثل روسيا دائم لدى المؤسسات الدولية ميخايل أولينوف أن روسيا والصين تصراني على الرفع الإلزامي للعقوبات الأمريكية ضد إيران وقال أولينوف أن الوفد الروسي في فيينا قدم مقترحات حول عمل مجموعة الخبراء ووزع وثيقة حدد فيها وجهة نظر موسكو لما يجب على إيران القيام به من أجل العودة بشكل كامل إلى الاتفاق النووي موضحا أن الجانبين الروسي والصيني أصران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة ختام الموجب عودة إلى صباح نغير شكرا إليك بشرة أما هلأ مشاهدينا من انتقل لفقرتنا الأخيرة برحلتنا الصباحي يعني نور وصلنا لفقرة مع بداية فصل الربيع بتبلش السيدات أن تهتم بزرعاتهم شرفات المنازل خصيصا نباتات الزينة ولكن لهذه النباتات خصوصية معينة هيا بكون عندها ظروف مناخية معينة بتعيش فيها لنتعرف أيضا عن هدول التفاصيل وعن النباتات اللي موجودة عنا الكثير بنشوفها على هيك شرفات السيدات بصرنا رحب بالمهندسة الزراعية تيروز براهنين لتعطينا هيك تفاصيل عن أيضا طريقة زراعات هالنباتات صباح الخير صباح الخير صباح الخير جبيعا طبعا فصل الصيف بأجواء الحرة وبأجواء بعض الظهر اللطيفة بيحتاج أنه دائما نحن نطلع خارج البيت ونعود بالجناييننا أو نعود على شرفاتنا نشوف ونستمتع بالوردات اللي نحن زرعناه خصوصا لما نكون نحن عم نزرعهم بأيدنا منحبهم أكتر نحن متعودين عنا ثقافة الزراعة وثقافة اللون الأخضر فهو جزء مننا يعني وجزء من نفسيتنا وبيعملنا رياحة نفسية وتشكل لوني حلو جميل جدا خصوصا لما بيكون في تنوع بالألوان وتنوع بالنباتات خليحكي عن النباتات هلأ في كتير اختلاف قدش مثلا بتعيش هاي النباتات وأي النباتات هي الأكثر موجودة اليوم النباتات الصيفية والربيعية والنباتات الشتوية أنا المحبب اليوم بتلاقي عند السيدة ويمكن لي بعيش لفترة طويلة أكتر هلأ النباتات قسمين فيه نباتات معمرة هاي يعني بتعيش أكتر من عام سنة وراء سنة بتبقى مرافقة لأي ظروف جوية مثلا متضل متناسبة مع ظروف الصيف أو ظروف الشتوية فيه عند النباتات اللي بتكون هي أساسا نباتات حولية يعني بتعيش بموسم واحد سواء موسم الصيفي أو سواء الموسم الشتوي هاي طبعا بتعيش تقريبا من أربع شهور لست شهور وبالكتير لثمين شهور وهي النباتات نحنا إذا حبينا مثلا نجددها أو نستفيد منها في الموسم القادم بعد ما بتنتهي موسم الإزهار طبعا ناخد بزورة ونحتفظ فيهم ممكن نحنا نزرعهم في الموسم القادم لنحافظ عليها لهذه النباتات يعني مو دائما نحنا لازم نروع المشتل ونشتري فينا نحنا النباتات بتكون موجودة عنا نستغل وجودة وموسم إزهارة طبعا لما تكون الأزهار ملقحة بواسطة النحل أو بواسطة الرياح أو غير شي يعني حصوصا نحن نحكي عليه هي النباتات اللي بتعيش برى البيت اللي بتكون على الشرفات أو بتكون على البرندات هاي ممكن ناخد بنا بزور ونزرعهم في الموسم القادم فمثل ما إن النباتات ممكن تكون معمرة وممكن تكون موسمية ترافق الموسم اللي نحنا عايشين فيه نعم حدو كتير خلينا نبلش نحنا بالنباتات المعمرة اللي نحنا دائما منشوفها على البلكون عند العالم بيقرنا هيكة بتخلى أيضا الشمس بتتعرض للهواء أو أحيانا نبتتعرض لها المطار وما بيصر لها شي مثل شو هنا مثلا عندنا ورد الفل هذا من النباتات المعمرة بس نحنا اليوم رح نركز أكتر يعني عن النباتات الحولية النباتات اللي بترافقنا بفترة الصيف هاي النباتات أول شي لازم نعرف طالما إن النباتات صيفية فهي بحاجة إلى أماكن مضاءة يعني تاخد أشعة ضوئية أو تكون متعرضة للضوء فترة طويلة بدون ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة مشان أزيد الشمس قوصا بالأشهر الحارة جدا بس في نباتات معمرة نحنا نحفظ عليها مثل ما قلتلك نبات الفل في عنا نباتات تانية مثلا ورقيات معينة نباتات عطرية مثلا مثل نبات العطرة كمان هاي اللي بتناسبنا أو اللي بترافقنا مواسم عدة النباتات الصيفية اليوم اللي أنا اخترت لكم ياها مشان نحكي عنها هلا في عنا النبات اللي نحنا بنحسه أقرب إلى السوريين دائما هو نبات السجاد نحنا نبات السجاد فيه إلو أصناف كتير جدا والناحية الجمالية فيه هو عبارة عن الأوراق يعني الزهور أقل جمالا من شكل الأوراق في عنا نباتات السجاد يعني سواء اللي نحنا بنعرفها وشائع منظرة وفي عنا نباتات أصناف جديدة ممكن عن طريق شراء البزور من محلات بيع البزور أو نشوفها بالمشاتر ونقتنية ونشوفها دائما الصيدة تازل يكون عندها زريعة صغيرة إذا درنا بالنا كتير عليه منيح للنبات السجاد ممكن يبقى عنا شوي بالشتوية لكن بده ظروف خاصة لأنه حساس جدا للصقيع فابدنا نحطه دائما بأماكن دافية أما هو الأفضل أنه نحنا نزرع كل موسم بموسمه عن طريق البزور إذا حبينا مثلا نبات السجاد أنه نحنا عنا نبتي وحابين نشتري منا أو يكون عنا كذا نبتي منا بإمكانه نحنا نكاسره بواسطة العقل نقطف عقلي منها ننزع الأوراق وننتبه أنه نحافظ على البراعي نخليها حتى تجزر بكاسة مي أو ممكن مباشرة نحنا نشحن التربة ونحصل منها على نباتات جديدة هاي طريقة بالإكسار هي اسمها طريقة التفصيص في عني نبات ثاني حلو جدا كمان هو نبات عرف الديك طبعا عرف الديك في منه نوعين عرف الديك اللي نحنا بنعرفه وهو يعني ألوان شوي محدودة ما كتير منعرف إلا لون البنفسجي منه بس أنا اليوم اخترت لكم نبات عرف الديك الريشي اللي بتميز بألوان كتير وهذا ممكن يعمل عنا لوحة حلوة جدا بالأصص فنستفاد من ألوانه من ناحية الجمالية ونشكل منظر كتير حلو مع النباتات الثانية اللي بتكون مضافة أو بتكون موجودة كمان عنهم هي كنبتة مثل عشقل سمكة هي كمانا فم السمكة نحنا ما جبناها اليوم لأنها نبتة معروفة نحنا جبنا النباتات لشوي الناس ما كتير بتعرفها أو الجديدة لسه بلدنا أو ممكن نشوفها نبات كمان فم السمكة من النباتات الحلوة والمزهرة وفترة إظهاره طويلة والنباتات الصيفية محب للحرارة وللأشعة الضوئية ونبات ملون فيه كتير ألوان وشكله مميز والناس كتير بتحب إننا تعملوا تماما فهو من النباتات المحببة وكمان من النباتات اللي بترافقنا من أيام أمهاتنا ونحنا هلأ بليوتنا عن نزراعها وخصوصا بجناينا أو بالقصص تبعنا في عنا نبات كمان كتير حلوه ونبات البيغونيا أنا جبت نبات البيغونيا عدد صور حتى نشوف قديش في عنا تلوم جميل سواء بالأوراق أو سواء بالأزهار نعم شوف الصورal صرير تمام في عنا نبات البيغونيا اللي ممكن يكون جماله بأوراقه أوراق ملونة وأوراق سادة ومزخرفة وعدة أشكال وفي عنا النباتات اللي كمان موجود منا نبات البيغونيا اللي بيعطي أزهار أزهار جميلة في عنا اللون البرتقالي اللون الأخضر للأوراق فيه عند النبات اللونه أبيض فيه منه اللون الأحمر وفيه منه عدة أصناف البيغونيا بتحوي على أصناف عديدة جدا من النباتات اللي جميلة جدا وموجودة بالبيوت وإكثارها سهل جدا يعني مجرد أنه نحن نزرع بواسطة العقل فبتطلع بسرعة ما بتشكل أي مشكلة مثلا أنه صعب التجزير أو غير ذلك فيه عندنا كمان نبات اللي هو نبات مظهر اسمه الجزانيا هذا نبات كتير كتير حلو وفترة إزهاره طويلة ومتعددة الألوان وزهرته حلوة جدا وبيفرح القلب لما الواحد بيشوفه بألوان المتعددة طبعا نحن بإمكاننا نزرع عدة نباتات من الجزانيا جنب بعض وهي النباتات بتكون متعددة الألوان كل زهرة لون فبتعطي عنا تشكل كتير حلو وبإمكاننا كمان نزرعه أو نكاسره عن طريق البزور ممكن نخذه من الموسم السابق أو عن طريق العقل اللي ممكن نزرعه ونحطه بقصص جديدة ونحصل على نباتات جديدة يعني تقريبا هذول النباتات حبيت جيبهم أنا وحبيت نجيب الصور حتى نتعرف عن نباتات الصيفية اللي ممكن ترافقنا خلال فترة الصيف وتعطينا شكل حلو للبرندات طبعا كيفية الاعتناء فيهم إذا نحكي يمكن أحيانا في كتير ممكن تصرفات خاطئة مع الاعتناء بالنبات بنخسر النبات بأساسا هي مبدون طويلا فبعض الأساسية اللي حافظ أنا على النبات الصيفية هلا أهم شي نحنا لما بدنا نشتري النبات مثلا من المشتل لازم ننتبه أنه النبات اللي نحنا عم نشتريه أنه كتير نبات إنه معافة ما في عليه حشرات ما في عليه أي أمراض أوراق وخضراء ما يكون فيه كتير أوراق صفراء مناخذ هذا النبات طبعا ونحطه لعننا بقصص أكبر ولازم نحنا نختار قصص حلوة طالما عم نزين بيتنا وعم نجمل حديقتنا وشرفتنا فيه هلا قصص كتير حلوة بالسوق وعم تبع يعني مختلفة عن القصص الأديمة إلى أشكال وإلى زخرفات وحتى إلى ألوان بتناسب لون أزهار النبتة تماما فالمفروض أنه نحنا على أصيص أكبر شوي لأنه راح تعيش بفترة زمنية أطول من وجودها بالمشتل لازم تكون التربي خفيفة يعني والأفضل أنه نحط لها سماد عضوي بالإضافة للخلطة الترابية اللي لازم نزرعها فيها نضيف شوي ترمل مع الخلطة الترابية بنسبة تلت مثلا تلت الخلطة ترابي تلت الخلطة ممكن تكون رمل ممكن تكون تربة وممكن تكون سماد عضوي بلدي مخمر وأهم شي لازم يكون مخمر مشان نحن نتلافق كل المشاكل اللي بيعملها السماد العضوي بعضنا لازم هاي النبتة نعطيني فيها خصوصا من ناحية الري يعني طالما الأجواء راح تكون صيفية فلازم تكون عملية الري يعني على الأقل مرتين بالأسبوع ولازم تكون عملية الري نحنا عن طريق نجس النبات يعني من ناحية أنه نحنا ممكن نلمس سطح التربة بعمق 2 سنتي ونشوف إذا حسينا بالرطوبة معناتها النبتة أخذت كفايتها من الماء وإلا لازم نضيف الماء مباشرة في شغلات كمان لازم ننتبه عليها كتير منيح لما بيكون عندنا أزهار خصوصا أحيانا أزهارنا بيكون غالي علينا لازم دائما نتخلص من الأزهار الزابلة لأنها بتسيئل المنظر لازم نتخلص من الأوراق الصفراء لازم ننتبه كتير منيح لنباتاتنا معليها أي حشرات معليها أي فطور معليها أي شيء معرضة لضوء بقدر كافي وبصحة وبجمالها بس نحكي عن نباتات منحكي عن روح عايشة معنا النبات بيحس بكل شيء عم بيصير وأيضا ما لازم نحرمه من العناية مثل ما قالت نوريني أحيانا في طرق خاطئة للعناية عن جد تأذية للزرعي اللي هي روحه بتحس أدي مهم أنه نحن مهلا حضرتك عرفت المشاهدين عن النباتات الصيفية عن النباتات الجديدة اللي عنا عن كيفية العناء فيها يعني مثلا إذا واجه مثلا الواجهة السيدة أو الرجل اللي عنده هالنبتة المشاكل معينة صار فيه مثل التي شغلات فطرية مرضت كيف فيه مثلا يعالج هذا الموضوع مويسكاد غريوي كبا تماما هلأ فيه فيه شغلات فيها السيدة بالبيت أنه ممكن تتلافاها وفيه شغلات أنه ممكن أنه بدأ استشاري تماما هلأ فيه أحد الممارسات الخاطئة أنه نحن مننقل الزريعة كتير وهي ما بسوى المفروض أنا الزريعة اللي بحطها بمكان معين يعني لازم أنه تركها فيه فترة طويلة حتى تتأقلم على ظروف الإضاءة على ظروف الهواء مثلا إذا كان فيه أو غير ذلك فتنقيل الزريعة بأماكن مختلفة هذا شي بضرب الزريعة ممكن يعرضها للإصفرات صح عملية الرئيس زايد هاي دائما بتعمل عندنا المشاكل الفطرية وهي من القصص اللي إحنا لازم ننتبه لك ستات بيوت أنه نحن النبتة نعطيه حاجتها من الماء ونتبه دائما أنه الماء عم بيتخرف من القصيص تماما لا فيه لبات ما بدك اليوم سائية ولازم كمية معينة أنه هيدا بضر بالنبتة طبعا نحن نتعرف على الكمية الصحيحة للماء أنه لما مشوف المي صارت تنزل من أسفل الإناء وضروري جدا أنه الإناء نخليه حتى تخلص المي تماما منه ما بيصير أن نحن نحط تحت منه صحن أنه هذا الشي بيظل يجمع المي وممكن أنه يرجع يعمل عندنا تعفونات للجزور أو غير ذلك فنحن ما نحط الصحن تحت القصيص صح لكن هذا الصحن لازم نفرغه من المي اللي بتكون موجودة فيه ما نهمله ونتركه لأنه منه ممكن نجيب حشرات وممكن كمان أنه يعملنا مشاكل فطرية للنبات أو تعفونات للجزور أحب أكد شغلي مهمي هلأ بما أنه نحن عم نحكي عن نباتات الزينة مو كل نباتات الزينة كتير آمنة يعني فيه أنواع من نباتات الزينة ممكن تكون مضرة شوي إذا الطفل عندنا بالبيت تناول شوي منها أو أكلنا فيه نوع من الصوم خصوصها مثلا النباتة الدفن باخية اللي بيكون موجودة بالبيوت كتير وهي نبتة داخلية يعني مرافقتنا ببيتنا من جوا فننتبه لأطفالنا أنه هني ما لازم يقتربوا زيادة منها أو يتناولوا مننا شيء أو يكسروها ممكن الولد يكون عنده فضول تجاه شيء معين بحب أقول كمان أنه نحن بالإضافة للنباتات اللي نحن زرعناها أو بالإضافة للنباتات اللي نحن تعرفنا عليها في عنا نباتات عطرية حلوة كان لازم دائما نشير لإلى مثل الحبق مثلا هو من النباتات الصيفية الحلوة منتمتع بجمال المنظر ومنتمتع بجمال الريحة وفيه فوائد بعض الناس ممكن أن تحطوا على السلطات هو مادة يعني من النباتات اللي أحيانا المأكولة اللي معروف منه هو الريحان يعني النبات الريحان في عنا مثلا نباتة العطرة كمان من النباتات الحلوة وزات الرائحة الجميلة نبات إكلي للجبل هذه النباتات كلياتها بتضيف منظر جمالي وبتضيف فائدة قبل ما نختم بس في سؤال صغيرة حابة أسألك عنه يمكن هلأ كلهم عم يبيعوا مثل الشتلاتة اللي بتطلب البردقان الصغير الفلايفلة الصغيرة عم نشوف كثير هدول القصص البندورة الكرازية هلأ هدول آمنين لأكلهم وإلهم طريقة معينة هلأ صحيح بتعطي يعني في كثير مثل ما قالت سالي ان هي بتعطي بيليك بعد سنة بتعطي كي موسم فيك توفري دائما نشوف هاي الاعلانات لبنربة المنزل صحيح هلأ فيك تشتري شجرة صغيرة هاي القزمة بيسموها هلأ في عندك مثلا اللي مون الصغير عم تحكالي أو الكمكمات هو من النباتات المدخلة لعنا يعني ما هي من بيئتنا ما أنا بنت البيئة تبعنا وما فينا نحنا نزرعها لأجل أنه نحنا نوفر فينا نزرعها لأجل أنه نحنا نستفاد منه بفترة موسم موسم مثلا اللي بتعطي إنتاج بتعطي مثلا كمكومات صغيرة خصوصا أنه هاي أيوة أنه الليمونات صغار ومنه نستفاد بنا بجمال منظرة كثير حلوة النبتة خصوصا لما بتعطي الليمونات صغيرة مع الخضار طبعها كثير حلوة هلأ البنادور الكرزية بنادورة موسمية يعني فينا نزرعها بموسم الصيف يعني تقريبا لأنها هي بدأ عناية خاصة وبدأ بيوت بلاستيك أثناء الشيتي وكذا فعمل نستطيع ببيوتنا نوفر لها الشي هذا الفليفل الصغيرة اللي هي الفليفة الزينة ممكن إذا حبينا لحد كتير كتير وحبينا نتزوق شي حد زيادة عن لزوم فينا ناكل منا ما بتأثر ما بتضر أبدا هاي نباتات مسمرة يعني وصمارة قابلة أنه الواحد يأكل ما بتضر يعني هي ما بتضر باستعملة ببيتي باستعمل الغذاء اليوم لا 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 تعتبر غذاء يومي هي نبتة زينة وعطتني شي ممكن إذا حبيت أني اتناول شي صغير منه مثلا تماما شكرا نشكرك بختام لقائنا لليوم على وجودك معنا شكرا كتير إليك أنا انبسطت معك كتير وبتمنى المتعوة الفائدة وشكرا جزيلا للكم شرفتين مدام فيلوز وشكرا لألك على هالمعلومات اللي قدمت واكتار من مننا ما بيحب الأخضر والزريعة شكرا لوجودك معنا شكرا جزيلا أما هلأ سالي بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام حاول خلال ساعة وربع نقدم معلومة وفيدة من خلال رحلتنا الصباحية بالختام نتمنى دائما السلامة والصحة لكل الناس بدنا نقول أنه يمكن ظروف صعبة استثنائية ومضطرين ننزل على الشغل بس مع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لحفاظ على صحتنا وصحة أهلينا وأحبابنا نعم نور حلقة كانت مميزة برفقتك وبرفقة ضيوفنا اللي كانوا من مجالات مختلفة مشاهدينا بدنا نتمنى لكم بقية نهار خفيفة اللعب خفيفة الضل رغم الضغوطات اللي نحنا عما نعيشها مستمرين بالحياة ولكن بإيمان والصبر وقوة متل ما متعودين القوة ما لازم تروح مننا دائما الإنسان بيتكل على الله ويبدأ نهاره إلى اللقاء باي 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 موسيقى